اشتركوا في القناة المحاضرة دي هنتكلم عن المقريزي واهم المساهمات الفكرية في المجال الاقتصادي من جانب المقريزي المقريزي هو تقي الدين احمد ابن علي المقريزي عاش في الفترة من عام 1365 ميلادية الى 1441 ميلادية ومرت مصر خلال فترة حياة المقريزي بمحانين واذمات كثيرة اولها كانت ازمة سنة 796 هجرية واستمرت حتى عام 798 هجرية يعني اعدد سنتين واخرى كانت عام 800 واحد هجرية واستمرت حتى كتابة المقريزي لكتابه اغاثة الامة بكشف الامة عام 808 هجرية كان المقريزي معاصرا لتلك المحن والازمات فلما طال امر هذا البلاء المبين وحل فيه بالخلق انواع العذاب المهين اراد المقريزي ان يذكر الاسباب ويوصي بالعلاج من خلال كتابه اغاثة الامة بكشف الغمة ما هي اهم الافكار الاقتصادية في كتاب اغاثة الامة بكشف الغمة يتلخص كتاب المقريزي في اربع النقاط اساسية هي اولا عرض المقريزي لاهم المظاهر المصاحبة للازمات او الغلوات كما اسماها المقريزي او بالمصطلح الحديث واختلال الاوضاع الاقتصادية تناول ايضا اسباب المحن والازمات وارجع هذه الازمات او صنفها الى صنفين الاول اسباب بصفة عامة عبر الزمن والثاني اسباب خاصة او اسباب الازمة التي حدثت في عصره اللي هو عصر المقريزي تلاتة تناول المقريزي اصناف الناس اقسم الناس واصنافهم وقسم الناس الى سبع اصناف اربعة قدم المقريزي لخلاصة او كيفية العمل على ازالة المحن او علاج للازمات الاقتصادية اولا سوف نعرض المظاهر المصاحبة للازمات او الغلوات او بالمعنى الحديث واختلال الاوضاع الاقتصادية اولا كانت اهم مظاهر الازمات الاقتصادية في عصر المقريزي تتلخص في العوامل التالية رقم واحد بوار الكثير من الاراضي الزراعية وتعطلها عن الزراعة لنضرة الماء وعدم موجود البزور والايدي العاملة ده السبب الاول بوار الاراضي بسبب جفاف النيل في ذلك الوقت وعدم موجود البزور والايدي العاملة اتنين نقص الاقوات والمحاصيل الزراعية نتيجة نقص الاراضي الزراعية نتيجة تابعة لنقص الاراضي نتيجة نقص جريان النيل فهتقل المحصول او هتقل المعروض من السلع الغذائية بعد كده نتيجة الانخفاض المعروض من المحاصيل الزراعية الا هيحصل رقم ثلاثة بقى ارتفاع اسعار الاقوات وخاص الغلال قلقمحي والشعير يبقى ترتفع اسعار السلع الغذائية الاساسية قلقمحي والشعير انا ذاك لان النشاط الرئيسي في هذا الوقت كان الزراعة طبعا لان الاقصاد كان اقتصادا زراعيا اربعة ارتفاع اسعار كل مأكول ومشروب وملبوس يعني هذا يعني ارتفاع جميع اسعار السلع الاساسية من سلع غذائية وملابس وغيرها وده طبيعي لان طبعا السلع دي خرجة من القطاع الزراعي والملبوس او البلابس كانت برضو تصنع من او نتيجة القطن مثلا يزرع فبتد ارتفاع اسعار القطن هتقدد ارتفاع اسعار الملابس خمسة تزايد اجر الايد العاملة ارتفعت اسعار اجور الايد العاملة كالبناه وارباب الصنائع الحرفيين يعني واصحاب المهن الحرة اجورهم زادت ستة تزايد اعداد الموتة حيث وصلت في بعض الاحيان الى النصف من اجمال عدد السكان يعني هلك حوالي خمسين في المئة من السكان في ذلك الوقت ارتفاع اثمان الدواب ارتفاعا شديدا وعز وجودهم يعني ارتفعت اسعار الدواب الا الحيوانات والمواشي ارتفعت اسعارها ارتفاع شديد لانه انخفض المعروض منهم انخفاض شديد نتيجة لبوار الزراع تمانية ازديات حدة المظالم الاجتماعية كان هناك ظلم وعدم عدال اجتماعية وسوء الاوضاع في الريف وكثرت الهجرة من الريف الى القاهرة نتيجة لسوء الاوضاع في الريف وده الوضع ده حاليا في مصر هناك اوضاع سيئة في الريف ده بيؤدي لكثرة الهجرة من الريف الى المدينة اللي هي في ذلك الوقت كانت القاهرة كثبت الفتن وانتقاص الأعمال الفتن بتزداد وانتقاص الأعمال الظلم الاجتماعي أو انتقاص قيم الأعمال دي كانت أهم مظاهر الأزمات في عصر المقريزي هنتكلم عن أسباب المحن والأزمات من وجهة نظر المقريزي أو أسباب الأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت أرجعها إلى سببين السبب الأول أسباب بصفة عامة عبر الزمن أو ممكن نسميها بالمعنى الحيث عوامل خارجية وأخرى أسباب الأزمة التي حصلت في عهد المقريزي ودي نسميها عوامل داخلية أول سبب من العوامل الخارجية احتكار الأقوات احتكار الأقوات والاحتكار طبعا الاحتكار في الزمن بيرفع الأسعار والأفات السماوية الأفات السماوية كالجراض مثلا أما الأسباب الداخلية فرقم واحد تتمثل فيه فساد أهل الدولة وانتشار الرشوة يبقى الفساد والظلم هو الفساد السياسي في ذلك الوقت غلاء الأطيان ارتفاع الأطيان هي الأراضي الزراعية أسعارها ارتفعت ارتفاع شديد ورواج الفلوس ورواج الفلوس هنا يقصد بها بالمعنى الحديث زيادة المعروض النقدي عرض النقود وكان المقريزي يعني أول من نسب أن ارتفاع الأسعار وزيادة الأسعار يرجع إلى زيادة المعروض النقدي اللي هي طبعا المدرسة النقدي الحديثة بتاعت ميلتون فريدمان بترجع تضخم لأسباب النقدي فقد سبقه بها المقريزي منذ مئات السنين وأرجع أن زيادة الأسعار والتضخم يرجع لأسباب النقدي أسباب بصفة عامة عبر الزمن أولا السبب الأول الأفات السماوية كقصور جريان النيل بمصر وعدم نزول المطر بالشام والعراق والحجاز وغيرها أو آفة تصيب الغلال أو رياح تهيفها أو جراد يأكرها يبقى السبب الأول من أسباب الأزمات الاقتصادية أو الأسباب العامة أو الأسباب الخارجية أسباب الأفات السماوية السبب الثاني احتكار الأقوات الاحتكار طبعا بيؤدي لارتفاع الأسعار والاستغلال يقول المقريزي حيث يتم احتكار القوت وتلاعب وتلاعب المحتكرين في غفلة من أولي الأمر أو في بعض الأحيان الأخرى كانت الدولة تحتكر الأقوات وتمنع الناس من الوصول إليها حتى يتم رفع أسعار الأقوات بصورة كبيرة جدا يبقى الاحتكار كان السبب الثاني من أسباب الأزمة الاقتصادية والسببين السابقين يمكن للحكومات الحازمة أن تخفف من آثارهم وتحد من الغلاء وتقلل من حدوث المجاعات كما حدث في أيام المستنصر والله يقول المقريزي حينما قل النيل وتعطلت الأحوال وانتشر الغلاء والوباء والجوع وأكلت الكلاب والقطط بل وأكل الناس بعضهم بعض وظهرت مجموعة من المحتكرين التجار واستولوا على كل ما استطاعوا فزادت الأزمة حدة وانتشرت المحن إلى أن تعامل معهم المستنصر بالله بكل حسم وحزم وعاقبهم وحاسبهم على جرائمهم وبذلك عادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل وسكنت الفتن وزرع الناس وانكشفت الشدة يؤكد المقريز على دور الدولة في محاربة الاحتكار يبقى هناك دور مهم جدا للدولة في محاربة الاحتكار خاصة في أوقات الأزمات فهذه الأيام يحاول التجار استغلال أزمة فيروس كورونا أيضا لاحتجار أقوات الناس ورفع الأسعار عليه الأسباب الخاصة أو الأسباب الداخلية أسباب الأزمة التي حدثت في عهد المقريزي أول سبب هو فساد أهل الدولة وانتشار الرشوة بين طلاب الوظائف يعني الفساد كل هذا هو أصل الفساد حيث كان تولي المناصب كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم والولايات وسائر الأعمال يتم بالرشوة إذن الرشوة والفساد كانت سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية فقد كان هدف السلطان الأول هو الحصول على المال مما جعله يحصل على الرشاوي الكثير مقابل تعيين طلاب الوظائف يبقى السلطان يأخذ الرشاوي من طلاب الوظائف مقابل تعيينهم وكان هدف طلاب الوظائف هو تجميع الأموال التي أنفقوها قبل أن يأتي غيرهم ويدفع المزيد ويحلوا محلهم يبقى كان الوالي أو السلطان عايز أموال فكان بعين الوظائف يأخذ فلوس أو يأخذ الرشاوي مقابل تعيينهم فدول عايزين الرشاوي اللي دفعوها يستغلوا في الناس عشان يجيبوا الرشاوي اللي دفعوها للسلطان ونتيجة لذلك زالت الضرائب بقى زول الضرائب وكثرت أنواعها وصودرت الأموال فلما كثرت على أهل الريف المغارم الغارمات يعني والضرائب وتنوعت المظالم وجلوا عن أوطانهم يعني رحلوا سبوا الزراعة قلت الزراعة والأقوات لقلة ما يزعع وارتفعت الأسعار يبقى سبب انهيار قطاع الزراع هنا زيادة الضرائب على المذارعين من قبل طالب الغزائف أو الولاة اللي كانوا بيحاول يجمعوا أكبر قدر ممكن من الأموال عشان يدفعوها مقابل تعينه السبب الثاني أو الداخلي من أسباب الأزمة الاتصادية هو غلاء الأطيان بيقول المقليز حيث أن خدم الأمراء ووكلاؤهم أحبوا مزيدا من القربة إليهم اللي هم الحشية السلطانية تقربوا السلطان ولا سبيل لذلك إلا بالمال وسلتهم في كده المال فأخذ هؤلاء زيادة أثمان الأراضي الزراعية وإيجارها لتزيد متحصلاتهم وجعلوا هذه الزيادة عادتهم كل عام حتى صار إيجار الفدان عشرت أمثال ما كان عليه قبل الأزمة يعني أصحاب الأراضي عايزين يتقربوا للسلطان فبيدفعوا له فلوس فبدأوا يغلوا إيجار الأرض وأسعار الأراضي على الفلاحين حتى أن إيجار الفدان الفدان هو 4200 متر 4200 متر ده الفدان الأرض الزراعية أصبح عشر أضعاف ده كان سبب من أسباب الأزمة وبالتالي غلاء الأطيان ده هيرفع أسعار المحاصيل الزراعية زي ما بيحصل في مصر يعني في آخر عشرين سنة في مصر من سنة ألفين من سنة ألفين كان إيجارة الأرض الزراعية في مصر كان بحوالي ألفين جنيه النهاردة بحوالي يصل والوصل 80 ألف ومئة ألف جنيه يعني حوالي خمسين ضعفة في عشرين سنة فبرضو يعني قد تنبق هذه المؤشرات بأزمة اقتصادية خاصة في قطاع الزراعة في مصر ويقول المقرزي وهكذا تضاعفت تكلفة الإيجار والحرث تكلفة الزراع يعني والبزور والحصاد وغيرها وعزم ظلم الولاة على الفلاحين وكثرت المغارم واستمرت الأسعار في الارتفاع فخربت معزم القرى وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة وقلت الغلال لموت أكثر الفلاحين وتشرطهم في البلاد من شدة الجوع والفقر وهلاك الدواب يبقى دي الأسعار الاقتصادية التي ترتبت على انهيار القطاع الزراعي السبب السالس هو رواج الفلوس رواج الفلوس بالمعنى الحديث هو زيادة عرض النقود أو غش النقود يرى المقرزي أن النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال إنما هي الذهب والفضة وشايف أن النقود الرسمية هي الذهب والإيه أما الفلوس فقد كانت تستخدم المبيعات التي تقل في سعرها عن الدرهم أو جذء منه ولا يشترى بها شيء من الأمور الراقية الجليلة يعني الفلوس دي يقصد بها الفلوس الفك اللي قال لي من قيمة الدرهم والإيه فلوس الفكة زي نص جنيه الربع جنيه عندنا كده إنما هي لنفقات البيوت والأغراض التي يحتاج إليها من الخضر والبقول وغيرها لأن النقود في الوقت ده كانت تصنع من الذهب والفضة يعني النقود كانت نفسها مصنوعة من الذهب والفضة وفي أيام الظاهر برقوق وده أحد خلفاء الممليك أو أحد الممليك زاد رواج الفلوس في مصر واتخذ في الإسكندرية داراً لضرب الفلوس يعني قاعدوا يضربوا الفلوس يعني يسكوا العملة يعني مما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في تداول الفلوس يعني اتغشت النقود وزادت زيادة كبيرة فكثرت في أيدي الناس كثرة بالغة وراجت رواجاً صارت من أجله هي النقض الغالب يعني بقيت الفلوس اللي هي الرديئة أو النقض الرديئة صارت هي النقض الغالب بقيتها المستخدمة وقلت الدراهم لسببين الدراهم النقود الأصلية بقى عدم ضربها والنقود لأنها كانت مصنوعة من الدهب عدم ضربها وسكوها حلي للناس بدأت النفس تسياحها وتعملها حلي لأن قيمتها الاستعمالية كانت أكبر من قيمتها التبادلية أصبحت النقود في عصر الظاهر برقوق ثلاثة أنواع النقود ده بيصنفها المقرزة ثلاثة في عصر الظاهر برقوق الفلوس مصنوعة من نحاس والنحاس ده أكثرهم تدولاً بين الناس وبنقصين كده مسميها النقد الرائج اللي كانت أكثر استعمالاً يعني الفلوس مصنوعة من الذهب اللي كانت مصنوعة من الذهب دي أقل وجداناً من الفلوس أو النقود المصنوعة من الذهب أقل وجداناً من يعني كانت مش متدولة أو يذي الفلوس الفلوس مصنوعة من الفضة فقلت تعامل بها لنظرتها حتى بطلت تعامل بها يعني قالت دي ومدثر فقلت الأقوات وتعذر وجود المطلوبات لاختلاف النقود يبقى حصلت مشاكل في النقود وزالت زيادة كبيرة وده أدى لارتفاع الأسعار وده مهم جدا أن المقريزي أول من ربط رواج الفلوس أو زيادة المعروض النقدي بالتضخم والأزمات الاقتصادية فميلتون فريدمان في نظرياته النقضية في النظرياته النقضية يرى أن التضخم يرجع لأسباب نقضية فقط وهو الزيادة في معدى النمو المعروض النقدي بمعدل أكبر من معدى النمو الناتج المحل الحي هو سبب التضخم ولكن المقريزي سبقه بها بمئات السنين بهذه الفكرة وهو أول من ربط التضخم والأزمات الاقتصادية بالمعروض النقدي ومما سبق نستنتج أن الفلوس كانت تحمل قيما اسمية تزيد كثيرا عن قيمتها التجارية كالنحاس الإكثار منه أدى إلى حدوث ضخم نقضي أشبه بالتضخم النقضي الذي حدث عام 2017 ارتفاع الأسعار في مصر يعني بعد التعويم الجنيه هذا يعني أن الإفراط في عرض النقود يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقام النقد في أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعتين تكونان محلا للتبادل وكانت زيادة البضائع في المجتمع تتطلب مبدئيا زيادة مماثلة في النقود ولكن مع بقاء كمية البضائع على حالها أو مع نقصانها من الطبيعي يعاد تقسيم النقود على كمية البضائع الموجودة مما جعل سعر البضائع يزيد بالنقد أي تنخفض أو تهبط القيمة الشرائية للنقد وترتفع أثمان البضائع يبقى مع قل هو عايز أقول أن التوازن بين السلع وكمية النقود الموجودة فيه اختلال بين كمية السلع الموجودة اللي هي البضائع وكمية لما البضائع تقل وأن النقود تزيد بقى القيمة الإسمية للنقود هتقل أو القيمة الحقيقية للنقود هتقل وتنخفض قيمتها يعني ترتفع أسعار البضائع والسلع والخدمة هنا المقريزي يقترب من قانون جريشام قانون جريشام بيقول أن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التبادل يعني لو أنا عندي نقود مصنوعة من نحاس مثلا ونقود مصنوعة من الذهب فالناس هيرضى تبادلوا من الذهب وهيتبادلوا أكثر النحاس فالنحاس هنا النقود الرديئ هيحل محل النقود الجيد اللي هو الذهب فيقول لك إذا الفلوس النحاس كانت نقضا ريئا بالنسبة للدرهم والدينار فطردتهم من السؤولة لأن الدرهم والدينار كان مصنوعا من الذهب فالنحاس اللي هو هذا المعدن الرديق طرد الدرهم والدينار اللي هم المعادن الجيدة من التعامل ويحدد المقريزي أن المستفيدين من هذه العملية هي الحكومة نتيجة انخفاض قيمة الديون المحلي يبقى الحكومة بتلعب اللعبة دي هي بتلعب في النقود نتيجة لاحتكارها لعملية صدق النقود وأيضا التجار والصناع الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح عالية يبقى ممكن الحكومة تتعمد فعلا تخفض قيمة العملة علشان تخفض القيمة الحقيقية للديون زي بالزبط الحالة اللي حصلت في مصر 2017 تخفض قيمة الجنيه كان ساهم في تخفض القيمة الحقيقية للدين العام المحلي ده أدى لتخفض القيمة الحقيقية لأنه يعني إذا بيتحمل الدين هنا أو بيتحمل تكلفة الديون للشعب كله في زورة ارتفاع الأسعار خلاصة القول فيما يتعلق بالفلوس أو النقود توصل المقريز إلى أن النقود يمكن أن تكون عاملا للاستقرار أو عاملا للاضطرابات والتوصل أيضا إلى أن زيارة سيولة النقود في الأسواق السيولة النقودية لما تزيد تؤدي لارتفاع الأسعار وبالتالي كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمات في مصر وبذلك قدم المقريزي تحليلا لهذه الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمات والمجاعات وانتهى إلى أن هناك أسباب وعوامل داخلية اللي قلناها فساد أهل الدولة وانتشار الرشوة لطلاب الوظائف وغلاء الأطيان ورواج الفلوس وعوامل أخرى خارجية قصور جريان النيل مما أدى إلى هجر الكثير من الأراضي وتعطل الزراعة وانخفضت المحاصيل وارتفع أهل المقريزي أسم فئات أو أسم المجتمع إلى سبع فئات الفئة الأولى أهل الدولة عايزين بقى نشوف الأثر الاقتصادي أو ما هي الأثار الاقتصادية على أو الأزمة الاقتصادية ديت على فئات المجتمع المختلفة أول فئة سنفها المقريز هي فئة أهل الدولة إلا حصل بقى أهل الدولة دولة كثرة الأموال في أيديهم بالنسبة لما كانت عليه الدولة قبل هذه المحن بسبب زيادة خراج الأرض وهي كثرة ظاهرية فقط كانوا من قبل ينفقون أموالهم فيما أحبوا واختاروا ويدخرون الباقي لأنها كانت مصنوعة من الذهب أما الآن زادت كعدد وقلت قاقيمة لأن الفلوس المقاومة الذهب أصبحت قيمتها قليلة كما أن مع ارتفاع الأسعار أصبحت تغطي احتاجاتهم فقط ولا يتدخرون منها شيئاً أهل الدولة دول اللي هم الحشي أو علية القوم الفلوس كترت معاهم ولكن المقريز أقول لك هي أما كترت قلت قيمتها يعني السروة بتاعتهم زادت دول أهل الدولة أو الحشية طيب الفئة التانية ما يسل التجار وأقول النعمة والطرف جمع رجال الأعمال بقوا الكبار والتجار الكبار دول كانوا قد استفادوا من ارتفاع الأسعار طبعاً دولها يستفيدوا رجال الأعمال دول طلعين وكلين نسدين وكلين استفادوا من ارتفاع الأسعار في هذه الأزمة فإن هذه الاستفادة تبقى صورية لارتفاع التكلفة أكثر بكثير مما سمع أن برضو هم استفادوا ارتفاع الأسعار بس التكلفة زادت لأن ترتب على الموضوع ده كساد وبالتالي مبعاتهم أتقل وسوف يحل الرقود في وقت قريب أن مالهم قد أكلته النفقات وأتلفه باختلاف النقود طيب يبقى ما يسل التجار أو رجال الأعمال ده أرباب المعايش بقى اللي هم الموظفين وهم أولئك الذين يعيشون على ما يخرج لهم من الريع الريع الأرض دول أصحاب الأراضي بقى الإيجارات دول يعيشوا على إيجار الأراضي والأراضي طبعا الأصحاب اللي هم بنسموهم أصحاب الحيازات في مصر عندهم أرض الريع هنا إيجار الأرض زاد فزالت صراتهم برضه أصحاب الفلاحة والحرث الفلاحين بقى اللي هم بيزرعوا يعني دول بقى يعني أرباب المعايش دول اللي هم أصحاب الأرض الفلاحين بقى اللي بيشتغلوا بيديهم اللي هم أصحاب الفلاحة والحرث هلك معظمهم من شدة السنين شدة السنين هنا القحط والجوع يعني مش معناها السنين لتسنوات يعني هلك معظمهم من شدة السنين وتوالي المحن وفيهم من أثرى ومن ارتوت أراضيهم في سنوات المحن ونالوا أموالا جزيلة عاشوا بها يعني فيه جماعة منهم ينصهم هلك وممكن يكون نجا منها أهل الدولة السليد دي متكرر لا احنا وصلنا لغاية أصحاب الفلاحة والحرث الفقهاء وطلاب العلم الفقهاء وطلاب العلم دول أصحاب العلم اللي دي حالتنا كده أسد الجامعة والمدرسين دول ساءت أحوالهم ولحقتهم الغلة والخصاصة وأصبحوا بينميتين ومشتهي للموت يعني دول طلاب العلم في كل زمن ومكان الفقهاء وطلاب العلم مظلومين في كل زمان ومكان وديروا طبعا ديرا كبيرا من الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عهد المقريزي طيب أصحاب المهن والأجراء الفئة السابعة السادسة أصحاب المهن والأجراء والخدم دول تضاعفت أجورهم تضاعفا شديدا الأصحاب المهن بقى الحرفين والجماعة والخدم دول أجورهم زادت إلا أنه لم يبقى منهم إلا القليل لموت أكثرهم بحيث أصبحوا لا يجدون إلا بعد تطلب وعناء يعني صعب تلاقيهم دلوقت صعب التطلق النهاردة الوعدة العاملة التي تنظف البيت أجرها عالي جدا وفين وفين لما تيجي أساسا تلاقيها طيب أهل الخصاصة الفئة السابعة والمسكنة جماعة المساكين أهل الخصاصة والمسكنة فنا معظمهم فنا يعني ماتوا جوعا وبردا ولم يتبق منهم الأقوات ورفع الأصعار أما أصحاب الدخول المحدودة والموظفين والفئات والفقهاء وطلاب العلم دول أديروا ده كأنه عايش دلوقت هنا يعني كأن الذمان يعيد نفسه دلوقتي يعني أكثر النص متضررة دلوقتي من الأزمات الاتصادية هم اللي دخلهم محدود من الموظفين وأرباب الأعمال والكلام دا كل أما رجال الأعمال فكده كده بيكسب طيب العلاج بقى ما هو العلاج الذي قدمه المقريزي لهذه الأزمة كيفية العمل يتلخص العلاج في أمرين عند المقريزي أولا ضبط النقود وثانيا إصلاح الإدارة يبقى المقريزي حال قال لك حكتين تصلح الإدارة عن تعالج الفساد ده كله وبعدين ضبط النقود فقد قدم المقريزي والعلاج لهذه الأزمة وهو ضبط سك النقود والقضاء على الفساد وأن النقود المعتبرة يعني المعترف بها أو المأخوص بها هي الذهب والفضة فقط يعني الحكومة تحدد الفلوس اللي يتعامل بها هي الذهب والفضة فقط وما عدا ذلك لا يصلح أن يكون نقودا ولا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعي الشرعي وهو تعاملهم في أثمان مبيعاتهم إعواض قيم أعمالهم بالفضة والذهب لغير يعني لازم الناس يتعامل بالذهب والفضة عشان تستقيم وتسير الأمور ويقول المقريز أن الأسعار حينئذ لو نسبت إلى الدرهم أو الدينار لا يوجد بها تفاوت عما كان قبل الأزمة إلا في أشواء معدودة كان يرى كان يرى أن السبب الرئيسي للمحن هو فساد القائمين على الأسعار من أهل الدولة وهو السبب الأكثر أهمية وانتشارا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار يعني السببين رئيس خلاصة الكلام المقريز يرى أن كان السببين الرئيسيين الفساد وضبط والنقود يبقى علاج الفساد رقم واحد وضبط النقود رقم الاثنين ده يزاين في علاج الأزمة كده انتهت المحاضرة وان شاء الله نحاول ننقح المحاضرات ونعرضها بطريقة أفضل في الفترات القادمة نظرا لأن الضغط في هذه الفترة لضغط الجامعة علينا في انهاء دروت انهاء المحاضرات في أسرع وقت ممكن فان شاء الله سوف ندقق المحاضرات القادمة تطبيقا كثيرا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته